اليوم راح نحكي عن فيلم زومبي حربي كوميدي عنوان الفيلم ديرد سنو يبدى الفيلم بمجموعة من الزومبي المانيين وكانوا غاضبين من مارتين واصدقائه لان سرقوا ذهبهم وهنا الزومبي يقتلون اصدقاء مارتين ومارتين ينصاب بايده ويقطعها بالمنشار حتى ما تنتقل عدوى بجسمه وقدروا الزومبي بعدها يرجعون ذهبهم وكان هرستوك هو قائد الزومبي وهاجم سيارة مارتين وهرستوك قطعة ايده شاحنه من كان يهاجم مارتين ويوقع بسيارة مارتين ومارتين يصرخ عليه هرستوك ويشمره من السيارة وسايق الشاحنه يتفرج عليهم وينزل من شاحنته ويحاول انقاذ هرستوك ويقوم هرستوك ويطعن سائق الشاحنه الى ان مات السائق بعدها نشوف مارتين يسوق سيارة بسرعة حتى يهرو ويخفى ويفقد السيطرة على السيارة وتتحطم ويغمع عليه وبهالاثناء يرجع هرستوك ويجمع جنوده وينطيهم اوامر قصارمة بالتوجه الى اقرب مدينة او بلده بعدها مارتين يرجع الوعية ويلقى نفسه بمنشئة طبية ويجون علي الشرطة حتى يستجوبوه وما يصدقون به رغم جوابه على كل اسئلتهم وتم التحقيق وياه باعتباره قاتل والتهمه بقتل عدد من اصدقائه وبهالاثناء يجي عليه الجراح ويقل له على اخبار زينه وقدرة الشرطة تحدد ايد مارتين المفقودة بالسيارة وقدر يربطها بجسمه وهنا انصدم مارتين ووخر غطاء الفراش وشاف ايده هي ايد هرستوك اللي انقطعت اثناء معركتهم ويعيض مارتين على الطبيب ويقل له هاي مو ايده وبهالاثناء وقعت الايد من جسمه ومنحاوله والاطباء يساعدوا ايده صارت عنيفة وتضرب الاطباء ويحاولون يسيطرون على مارتين وينطوه حقنه بعدها وصل هرستوك وفريقه المجتمع ريفي واقتحمه ومنزل ويقتلون الموجودين بيه وطبيب الزومبي الالماني يساوه عملية جراحية الهيرستوك حتى يخيط ايده ويلاحظ هرستوك هاي الايد مو ايده وهي ايد مارتين بعدها الزومبي زاروا مقبرة متفونين بها الجنود الالمان ويحاول هرستوك يرجعهم للحياة ويقل للطبيب ان القبور والجثث قديمة كلش ولازم يلقون جثث جديدة وهنا قرر هرستوك قتل كاهن بالكنيسة ولمس وجهه وقدر يرجع للحياة حتى يكون واحد من جنوده وخلال هذا الوقت قيدوا مارتين بسلاسل وهنا نشوف ضابط شرطي وكان يحرس مارتين ويجع عليه مارتين ولد صغير ويشوف ايد مارتين هي ايد زومبي ويقذ له صورة ويرسلها الفريق مكافحة الزومبي وتم تكليف الجنود الامريكيين بمطاردة بقايا الزومبي وبهالثنا مارتين يطلب من الولد يطلق سراحة والولد ينفذ ويقوم مارتين يشوف شرطي برا ويحس بنفسه هنا ما راح يقدر ينهزم بس يدفع على الطفل وبهالثنا الطفل يوقع من النافذة وينزل حتى يتأكد ابن الطفل ويطلع الطفل فقد وعيه ويحاول مارتين يصحي الطفل ويضغط على صدره لكن يسحق اعضاءه واعظامه تتكسر بسبب قوة ايده مال زومبي ويشوفه ضابط الشرطة ويبدي يشكب مارتين هو المسؤول عن موت الطفل ويروح مارتين ويروح الضابط ورها وفجأة ايد مارتين تغير شكلها وتسوي اشياء غريبة وشلعت علامة السيارة وشمرها براس الضابط وسبب له اصابة خطيرة وبعدها كسر نافذة السيارة وهرب وكان تلفون الولد ويا مارتين ويتواصل ويا دانيال اللي قرر يساعده هو ومونيكي ويسافرون من النارويج بعدها وصلوا وبدوا يتعقبون مارتين وبدوا يخزنون الاسلحة على موت يحربون الزومبي وبهالثنا مارتين يزور متحف الحرب العالمية الثانية ويشوف شخص يشبه الزومبي ومارتين يستجوبه حتى يلقي مكان هارستوك ويستعمل مارتين ايده حتى يجب رأي يحكي ويبدي يحكي له على ماضي هارستوك واستنتج انه هتلر كان العقل المدبر للزومبي ولذلك امر بمحو بلدة اسمها فالف الدار كود وقبل ما يوصل فريقة لهنا قتلوهم رجال من اكسفورد ويفترض مارتين انه هم نفذوا اوامر هتلر وكانت عنده خريطة تثبت انه المتحف موجود داخل القرية وفجأة سمع صراخ مجموعة من الناس ويكتشف ان هارستوك وجيشة موجودين فعلا ويقتلون المدنيين حتى يصيرون جنود منهم وكانوا يلزمون الرجل ويطلعون كل اعضائه ومن دخل هارستوك للمتحف فورا مارتين والشخص الويار يقضوا وعفوا كل شي حتى ما يقتلون وبهل اثناء هارستوك يتفحص الخريطة ومارتين يشوف اثنين او ثلاثة من الزومبي جايين عليه ويقتلهم بسرعة بواسطة ايده وهنا يكتشف مارتين انه يملك قدرات ومنها احياء الموته وفعلا يلمس وجه الشخص الميت ويرجع للحياة وبهاي اللحظة وصل داني وفريقه وهنا مارتين اظهر قوة ايده ورجع الرجل للحياة مرة ثانية وداني من شاف هيج قرر يسوي جيش لمحاربة الزومبي وخلال هذا الوقت هارستوك وجيشه من الزومبي شنوا هجوم ثاني على المدنيين ويسافرون الشرطة للمناطق اللي اعتقدوا بيها مارتين نفذ عمليات القتل وكانت قوات هارستوك تعتمد على خريطة هتلر ومن تجهين للقرية وبهلثنا داني يرسل مونيكا حتى يراقبون هارستوك وجيشه اللي كانوا يقدمونه بدباباتهم وقتلوا سكان المحليين وكانوا مونيكا وبلايك يتمتعون بذكاء ولازم يروح واحد منهم وياخد زومبي لهم والمهمة الثانية كانت هي قصف الزومبي وراح يحتاجون شخص شجاع واختاروا الكاتب حتى يروح الهارستوك وجمعته وهنا راح لهم الكاتب ويحاول هارستوك يقول الجيشه ما يرقضون وراه وهنا بدأ القصف على الزومبي وقضوا عليهم وفرحوا بهذا الشي بعدها حاول هارستوك ينتقم وبدأ يطلق النار بدباباته وكان مقتنع بموت الجيشه وبعدها تجلبت سيارة مارتين بالإطراب وكان يحتاج سياره حتى تسحبه لذلك حطوا قطعة خشب عليه للأطار وحاولوا لكن ما جاب نتيجة وفكروا يحطون الزومبي جو السيارة ونجحت الطريقة وتحركت السيارة ووصلوا للمقبرة المدفونين بها الروس ومارتين يضربوا بإيديه على الأرض وفعلا قاعد كل روسيين من قبره وهنا مارتين خاف وحسب شنو راح يحسون الزومبي اللي أحياهم إذا ما تبعوا أوامره وهلذنا واحد من الزومبي الروس يجع على مارتين وبقى مارتين يرجح وقلق وكان الزومبي طويل كلش لكن الزومبي الروس كانوا ينظرون المارتين كقائد إلهم وهذا الشي يسعد مارتين بعدها يتقدم هيرستوك وفريقه وهسا نشوف مارتين وفريقه وأغفلهم وهنا وقع حلق هيرستوك من شاف المنظر وعدد الزومبي الروس ويا مارتين وتقدموا الجيشين ويا بعضهم وبدوا يتقاتلون وبهالأثناء وصلوا الضباط وشافوا القتال وبنفس الوقت شافوا دبابة ضخمة تقترب منهم وحطمت سيارتهم وراحوا للمستودع ومارتين ينطل أوامر لداني بتشغيل الدبابات بعدها اطور القتال وصارت حرب مفتوحة وقدر فريق مارتين يتفوق على فريق هيرستوك وبهالأثناء حاول جندي روسي يقتل هيرستوك لكن يأتي جندي من فريق هيرستوك ويلزمه ويقبضون عليه فريق هيرستوك ويتعاونون كلهم على قتله وهنا انقلبت الطاولة وبدأوا الروس يخسرون وقرر مارتين واصدقائه يقتلون هيرستوك لان هو سبب بقاء الزومبي على قيد الحياة ويجب مارتين على هيرستوك ويحاول قتله لكن تعرض مارتين للاصابات وهوائي بسبب هاي المعركة وبقى يقاتل هيرستوك ومن وصل داني للدبابة وما عنده خيار ثاني غير التسلق هنا قتل اثنيا بنفس الوقت وبهالأثناء بقوا اخر ثلاثة من الروس وتم قتل الكاتب اللي هوية مارتين وبقت مونيكي وبليك محاصرين وبالأثناء وقع مارتين على سيارة أثناء قتاله وهيرستوك وهيرستوك حاول يقتل مارتين لكن داني وجه مدفع الدبابة على هيرستوك وأطلق النار وانفجر راس هيرستوك ومات وماتوا فريق هيرستوك من الزومبي وبعدها مارتين واصدقائه راحوا للمقبرة حتى يزورون قبر زوجته ويحفر مارتين القبر ويرجعها للحياة ويرجعون شقتهم سوية وبهذا المشهد الأخير طبيب الزومبي الألماني يكتشف راس هيرستوك بعده يتحرك ويشوف تشانبي بعد روحه وبعده عايش ومامي وهنا تكون نهاية الفيلم تمنى يكون الفيلم عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشوفكم الأفلام الجاي مع السلام